وحدات القياس في النظام الدولي يستخدم المجتمع العلمي في الوقت الحاضر وحدات قياس متفق عليها مأخوذة من النظام المثلي للقياس ويحتوي النظام الدولي للوحدات System International والذي يرمز له اختصاراً بـ SI على سبع كميات قياس أساسية هي المسافة وتقاس بوحدة المتر ويرمز لها بالرمز M الكتلة وتقاس بوحدة الكيلوغرام ويرمز لها بالرمز KG الزمن ويقاس بوحدة الثانية ويرمز له بالرمز S درجة الحرارة وتقاس بوحدة كيلوغرام ويرمز لها بالرمز K كمية المادة وتقاس بوحدة المول ويرمز لها بالرمز مول التيار الكهربائي ويقاس بوحدة أمبير ويرمز له بالرمز A شدة الإضاءة وتقاس بوحدة الشمعة ويرمز لها بالرمز CD وتشكل هذه الوحدات الأساسية السبع الأساس لوحدات القياس الأخرى والتي يطلق عليها اسم الوحدات المشتقة عن طريق الجمع بين الوحدات الأساسية بطرق متعددة فمثلا تقاس السرعة بكمية المسافة المخطوعة في وحدة الزمن متر في الثانية ويرمز لها بالرمز أمبير أس وغالبا تسمى الوحدات المشتقة بأسماء مميزة فعلى سبيل المثال تقاس الشحنة الكهربائية بكمية التيار الكهربائي ضمن وحدة الزمن أمبير ثانية A.S وتسمى أيضا بوحدة كولوم ويرمز لها بالرمز C ومن الأمثلة أيضا عن الوحدات المشتقة وحدة قياس القوة حيث تقاس بمقدار الكتلة مضروبة بمقدار التسارع kg.m per second square وتسمى أيضا بالنيوتن لقد تم تعريف الكميات الأساسية في البداية بالقياسات المباشرة وقد أنشأت مؤسسات علمية منذ ذلك الحين لتعريف القياسات وتنظيمها وسنخصص الفيديوهات اللاحقة لشرح تاريخ الوحدات الأساسية السبع في الفيزياء بحيث يتضمن كل فيديو شرح مفصل عن تاريخ كل وحدة قياس أساسية من حيث بداية فكرة وحدة القياس الأساسية وكيف تطورت إلى أن وصلت إلى ما هي عليه في يومنا الحاضر